اشتركوا في القناة خير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقد ليس شرط يكون مكتوب كتابة العقد من أجل التوثيق الأفضل كتابة أفضل كل شيء الأكتوب ليش؟ كلامه الليل يمحوه النهار أعود مع شيء واحد نشتري منه مثلا بيت أو سيارة لأنه ثبتنا ثبتنا تاني يقوله والله تغير السوق حكينا كان الواحد يحكي كلمة خلص أوفوا بالعقود هلأ صارت العقود وكذا وشو إيش وبصمة وتوقيع وعلى كل ورأة وحطهم المحامي وعلى الكاتب بالعدل مع ذلك ما بتخلص سبحان الله معبود الناس المال كان الواحد بيحكي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال أحقوا الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج يعني الزواج سبحان الله الزواج يعني من زمن قد مضى لم يكن مكتوب هلأ صار كل شيء مكتوب يقول لك متأدم ومتأخر وهلأ عم ينكتب كمان بالليرة الذهب جاني أخ توفى والده قال لي من نطلع للجون قال لي مهر الوالده ثلاث الثلاث ليرا المهر دين ممتاز شو يعني دين ممتاز يعني إذا اجتمع عدد دائنين هذا بده دين من إيش يعني من الميت وهذا وهذا أول دين المهر هاديش لك تدفع تدفع دات آلاف حق سطر لبان ما بتصبطي لذلك هلأ نصيحة أخوان الكرام اللي عم يسمعوه كله بالدهب إن شاء الله تكتوب ليرا دهب نص ليرا دهب في ناسي كمان شوف يجبون بدون أنه يعني صحيح أنه التمس ولو خاتما من حديد لكن حق حق المرأة الشيء يطيب بها الخاطر حقها تاخد يعني سبحان الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فريضة ما بيصير حتى لو ما انذكر المهر تستحق المرأة مهر إيش المثل مثيلاتها اختها آآ بنت خالتها بنت عمتها أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج هلأ في آآ شروط يعني يصح اشتراطها في العقد ولا تؤثر على صحة العقد على الكاتب المحكمة اللي ما بيجي سبحان الله والله معد أنا معد حبيت أنه أكتب اللي هي لك بتكتب كتاب من هون بعد يكي ثلاثة وشوء الأمور والله فترقوا أي فسخنا ريك بيلك فسخنا كل هل الجاهة وال وال يعني الأعدة والهي طيب ليه هذا بأول واحدة بدي يكون مدروس أمر مدروس بيلك ما ما دغلي بيجوا أول مرة تاني مرة تصلوا بإيش يعني بالحبايب وتصلوا بالشيخ اللي يجي يكتب بالكتاب بشان يشوفها لك هاي آخر شي هي توقيع عينتها آخر شي مبادئ إني نهائية هلأ أشياء شروط لا تؤثر على صحة العقد لو في شروط بدكن شروط أي والله شو شروط تكمل دراستها بجوز بجوز نبي عليه الصلاة والسلام شو قال أحقوا الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج جي بلا عنده بلا دراسة بلا هم يعزنون أنا ما عندي دراسة أنا ما عندي أنت إنسان أندي ما وفيت سنة ثانية سنة ثالثة بكي شريعة بجوز بالحقوق بجوز بالطب والهي بدك تعمل إحسابك وأنا ما بنصح أنه إنسان أنه يتزوج أي يعني بالنسبة للشباب إذا ما معها بكالوريا لك بكرة شلوم لتدرس لك أولادك وإذا كان هي الله ميسرها سبحان الله دائماً البنات أشتروا من الشباب يعني بالدراسة إما من الناحية العملية يعني أنا لا بتشوف أنه الطبيب الجراح والكذا والهي يعني دائماً هني الرجال ما احترامنا يعني فوتوا على المطبخ وكذا وآخر شيء بتشوف أرقى شيء بالطبخ مين شيف ما هي يعني الرجال أمهر ما احترامنا يعني للأخوات فإذا كان في يعني والدها هي قالت له أنا بدي أكمل الدراسة أنا صفيان لمادة والله في أخ قال لي صفيان لمادتين كتبوا كتابه وكذا وسافروا هيأ للظروف ونزلت وقدمت المادتين وتخرجت لك هيعز إلك بكرة أمام ولادها أمام المجتمع معها شهادة والواحد ما له عرفان الحياة شلون عم تزير هي معها شهادة ما كانت عم تشتغل بشهادتها أم سافروا وهلأ إذا ما كان الرجل تظافر مع المرأة ما أحدا بيرحم أخواتنا الكرام ما أحدا بيرحم هاي الصيدلية وهي المهندسة بتلاقي إنه يعني قدمت شهادتها وشتغلت بشغلة خفيفة ظريفة تكون بركة إيش يعني أنه ورفى بالشروط أيضا في شروط ألا تخرج من بلدها هلأ كل زمان إلو سبحان الله إلو خصائص كل زمان هلأ مثلا من خمسة عشر سنة بلدك ما بنعطي على سفر هيك كان قبل ما بتقوم لأيام الصغرى سفر شو سفر هاي هلأ إلوه بالصين بلدك حلك ياها والله عم تسمع أصص وحكايا بيقدوا لو كتابه تسافر من السند للهند بالحدود بدون حدود ما بلاي إلا صارت عنده شنون راحي ما معرف بحان الله كل زمان كل زمان إلو مصائب كان السفر ما حدا بيعطي على السفر وين وإلوه بالسلام والله في الإمارات في الهي لا 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 يمكن يغلوا مهرة على العشر أضعاف هلأ هون بلاقي ما بناسبني هون لا في سكان ولا في هلأ إذا اشترط أبوها أو هي اشترطت ألا تخرج من بلدها فلا تخرج من بلدها إلا إذا سأذنها تحلل من الشرط هلأ في أيامكم في شروط أخرى هذا شرط مضاف أنه مثلا هي تكون متزوجة ما تزوجها ما تزوجها تيجي مثلا يكون عندها أولاد تشترط عليه أنه ما 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 يحرمها من أولادها سبحان الله إلا خلاص ومدري ولادي ولاديك ومدري إيش وكذا وإيش زوجوا منهم ما حدا بيجي ولا بتشوفيهم ولا يشوفيك ومدري إيش وكذا هذا الكلام هذا أخلى بالشرط والله سوف يحاسبه عن إيش بعدين من الدين ليس منا من فرق أنت أصلاً عم تتزوج وحدة متزوجة وعند أولاد هي أم لك في ناس لا هي ولا هي ما بيخليها تروح لعند أمها لعند أبوها هذه القطيعة صفاء تنقلب عليك وعلى أولادك هذا شرط صحيح لا يؤثر على صحة النكاح أيًا كان أيًا كان الشرط شرط صحيح ما في مشكلة ما في مشكلة هلأ إذا قالت له أنه أنا ما ما بسكون إلا لحالي لو غرفة وين بالجبل خلص متى ما جابها وبدي حطها مع إيش جماعة وكذا وهيه هو أخلى بالشرط يا أيها الذين آمنوا أوفبوا العقود هلأ إذا كان يعني تحلل من الشرط إيش باتفاق وكذا وهيه يجوز هناك شروط فاسدة العقد صحيح ولكن الشرط إيش فاسد مثل تقول له تتزوجني بدك تطلق إيش التاني الله عز وجل لا يأمره أن يطلق طمان وإذا طلقها يضروا بها أنت بتنسره ولكن إيش بدك أنت عرفاني أنه هو متزوج سمعانين أخوان الكرام هلأ مثل اللي بتفقوا بالمحكمة مو بالمحكمة بعقد براني الأيام بساوي عقود برانية شو بيقولوا فيها أنا تنازلت عن الحضانة أم تتنازل عن الحضانة بيكون عمره الولد سنتين بعد ست شهر بصير بالطالب إيه إيش بالحضانة هاي الحضانة هاد أمر يعني أمر قضائي وشرعي وديني ما في كي تتنازلي عنه لو كتبتي ذلك أنا في كتير من الإخوان الكرام يقول لك والله تنازلت عن الحضانة تنازلت عن الحضانة تنازلت عن شيء لا تستطيع أن تتنازل عنه تنازلت بالكلام لذلك العقد يبقى صحيح إيش وبيقول له أنه ما إيش يطلقها أو مثلا يتفق به وياها بإلا أنت إلك يومين وهي إلى يوم هذا كمان كلام خارج السرب يغرد خارج السرب لأنه خارج الدين طيب هلا هذا العقد صحيح ولكن الشرط فاسد هلا أيام يكون العقد فاسدا والشرط فاسدا مثل إيش هلا في كتير من الأشياء نحكي لكم ياها هيا لبننا ندخل بالفقه هلا الإنسان إذا الطلاق مرتان يا لطيف كل يوم بقديش بنسئل عن الطلاق يا لطيف الله مبارح يمكن شيء ساعة يعني عشرة ونيف توصل أخفيني من بلاد الله الواسعة عم يستشيرني هيكي كله طلاق طلقت وصل لها سبعة شهر وطلقت يعني التانية شو بده الله بده عقد جديد ومهر جديد ليش الناس عم تطلق لأنه ما عم تمشي على الصراط المستقيم هلا كان في الجاهلية ألوان من العقود ما لموجودة هلا لا بس كان يعني هلا إذا كان الواحد يمكن إذا بيروح لل يعني بعض البلدان بيشوفها أنا ما كنت أعرف والله يعني سبحان الله نحنا عادين بالمدينة بنسمع مشاكل المدينة أما أيام الواحد يجي بيجي بيجتمع الزمن عم يجمعه اجتمعت مع بعض أخوان الكرام دفع المتقدم ايه وكذا هاي أم قالته المرأة اللي هي حماته بدي حليباتي شهدوا الله والله لا نسا ما سمعت سمعت سألت بعض الأخوان الكرام الموجودة هاي هلا في آباء بياخدوا المقدم والمؤخر بعض المحافظات ليه لق نحن ربينا كأنه بيعها هاي هلا عم أعطيكم أشياء ما العلاقة بالعقد الباطل العقد الباطل والفاسد قول العقد الفاسد والشرط فاسد اللي هو عقد بيسموه الشغار شو الشغار عطيني أختك وخود أختي منيح ولا في أخي راس براس ولا في إيش لا مهر ولا ميحزنون هذا عقد فاسد فاسد العقد العقد من أساسه فاسد موجود موجود سألت عنه يعني موجود لسه بعضنا أخي قول وباركنا وقرون الفاتحة خلص هاي على قرون الفاتحة في أخي بتقول له أنت كاتب كتابك قال لي إيه والله شون كتبت الكتاب قال لي والله قرينا الفاتحة لكن الفاتحة ما لكتاب الفاتحة للبركة وعد يعني وعد بالزواج هذا بسموه أني خطوبة إنهم جاي نشوف الفاتحة مال علاقة في بعض الفتيات عم تطلع لنا قصص قال لي ملكتوا كنفسي زوجتوا كنفسي بدون شهود وبدون مهر هذا الزنا هذا الزنا تبقوا أخوانا الكرام الدين الدين مبادئ الدين قواعد مو كل واحد على كيف هو بد يساوي دين سمعانين وأنا أهيب أنه بكل أخواننا المشايف لا عد تكتب كتاب ما عم تعرف شو العلال صدقا بهذا الحي طلب مني أحد الأخوان الكرام أنه عقد عقد قلت لكم ما عد حبيت أكتب ما عد عرفت الناس نحن عم نكتب يعني بشان الناس نيسر عليها بينما أنه تتيسر أمورها وتقدمها للمحكمة الشرعية سبحان الله ما عجبني الوضع أيام الواحد سبحان الله تجي إشارات خدت الفتاة تلوين قلت لي أنا يعني أيم شو يعني يعني زوجي ميت يعني هي أميرة نفسها عند الأحناف ما عجبني الوضع تلقى استحلوك بالله أنه أنت قالت لي والله أنا متزوجة متزوجة بدأت تتزوج يعني هي عندها زوج وعندها أولاد وبدأت تتزوج لك جاهلة لك شلون قالت ليش ما بيصير لك ما بيصير إذنك لا يتورطوا أخوانا المشايخ أنت عم تساعدون على الحرام هني بدون هالمظلة هاي اللي هي لك أنه جبنا شيخ وما شيخ أصلا الشغلة ما بدا شيخ من قال لك بدأ شيخ نحن يعني يجيبوا الشيخ للبركة ما بدأ شيخ يعني هلأ أي واحد من بيناتكم بدأ يزوج يعني بنته قال له حط إيدك بإيدي قال له زوجتك من ابنتي وموكلتي بالإذن منها والولاية عليها على مهر معجله كذا شاهدت الشهود قبيلتي قبيلتي خلص الشغلة خلصناك ونلا من المن ما موض إيجي الشيخ لك أنا شيخ هذا هم جيبوا بشأن لأنه أنت ما بتعرف سبحان الله كتير إخواني الكرام بيقول له يعني روح لعن زوجتك وإلى أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي شلون شيخي حفظت ما حفظت ستجلي إياها لك شو هات يحفظها أي يحفظوها وزوجوا بناتكم وخلصونا بقى بلعد حتى يتصل فينا على حب إيش المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا عقد الشغار كان في الجاهلية هذا فاسد هلا الشي اللي أنتوا بتعرفوه وهذا اللي ما ينبغي أن يكون الحمد لله ما له موجود إلا عند بعض الناس هلا الطلاق مرتان أول مرة خلصنا معروفة تاني مرة خلصنا هاي إشارات تجي تقول له التالت دائما يجي لك ما أتصيب لش هو الواحد في واحد بيطلقه هو يعني عمشرب شاي والصبح بلا لزا بشت طلقته فإن طلقها من بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها مين هذا بيسمون المحلل صار يجيبوه له الله يوفاك رح تزوجها يوم ساعة ساعتين وطلقها بشان ارجع لها نبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بالتيس المستعار قلنا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له خلص لأنه حتى تعرف أنه الحياة مو لعبة أصلا هي الكلمة ما إلا الله يهديكي الله يصلحيك طلعت يدي خلقين طلعت عن طوري إلا أنا رايع على البيت رايع على بيت أهلي خلص بيعد لي ثلاثة أيام ولا تلفظ كلمة الطلاق أنه وقت ما ربينا منعرف أنه هي الكلمة بيهتز إلها عرش الرحمن هي أبغض حلال أبغض الحلال إلى الله طيب فليت الزنبراك قال له هي أول مرة لنفرض ما تاني مرة قال له خلاص تالت مرة معا تروح يتزوجها إنسان ما تناسب هو وياها أما نجيب واحد هذا هذا العقد هذا اللي عم تشوفوه العقد فاسد ما بيجوزين يعني أنت لما عم تساوي العقد أنت ما في عقد هذا الزنا ليش لأنه القصد منه كذلك أخوان الكرام العقد المؤقت شو العقد المؤقت واحد رايح بديتزوج ثلاث أيام وعرفان أنه باليوم الرامع بده إيش يطلق عرفان أنه بدي يطلق الله عز وجل حكى عن العقد عقد الزواج ميثاغ غليظ تعرفوا الحبل الكبير لليسميك هذا اللي بينشد هيك هذا حتى ما ينقطع هذا داي مومي إلا ما شاء الله مو أنه نلعب بأموال الناس وأعراض الناس وبنات الناس بنزوج اليوم قال له بكرة بدي يطلق صار هذا إيش نكاح إيش متعة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه خلصنا وانتهت القصة أما أنه نيته أنه يروح يطلق هذا بيقول لك مسيار وما مسيار والقصص هي كل آياته الله يرضى عليكم يعني هاي كل آياتها موديل الفين وعشرة والفين وخمسطعش لا مريت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصل فيني أخ مني قال لي شو رأياك بالمسيار عقد زواج بدك تبني أسرها وقال على الله ناوي يطلق بعد بكرة بعد بكرة هذا لا يجوز شرعا أنت إيش أنت عن تضحك على نفسك آخي شي بيرميها وهي المرأة تتقي الله عز وجل يعني سبحان الله لذلك الله قال وقته البيوت لا أبواب الى أب الى أم هذول اللي بيروحوا بيشتغلوا الشغلة هاي لا لأب ولا لأم وهي مهن ممتهن المهنة يعني بدون يغطوها هيك بغطاء شو بيقولولاك غطاء شرعي بيقولولاك إيش مسيار وما مسيار واحد بيروح بتزوج يتزوج من أجل أن يبني أسره الحديث يطول على هذه الأمور الفقهية ودول أخواننا الكرامي اللي قاعدين بأوروبا بديتزوج ومشان جنسية وبعدين بيطلق ومدري إيش بصص يعني شو بدوا يعد الله عز وجل يكفينا في الحلال وبعدين خليك واضح ماشي قل هذه سبيلي هاي السبيل السبيل صراط المستقيم لا تروح لا يمين ولا شمال ولا نوضحك على أعراض الناس ليش قلنا أعراض وخطبت خطبة من أسبوعين الجزاء من جنس العمل لا تجيب الدب لكرمك أيام أنت بصير مع أختك مش كله من أفا سلوكك مع بنت أختك مش كله من أفا سلوكك أنت ميزني في بيت بألف يدرها من في بيته يزن بغير دراهمي إذن لك الشروط الصحيحة ما عليها مشكلة قال له بكملي دراسة بكملي منجستير بالعكس الزوج هو اللي بده يحفز إلا أنت هلأ أخذتي لصنص بدكتاختي والله الإنسان بيعتز زوجته زكانت طبيبة وبعدين دراسات عليا أو كذا وهي فيه إنسان بيقتلها بالحياة تلاقيها مبدعة افتحنا المجال ما بيعني في الإنسان بكرة وين بيهدي كل الأمور اللي أنت بتوعدها فيها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود النبي عليه الصلاة والسلام قال أحقوا الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها أو به الفروج ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر